ويبدو أن هناك محاولة للحفاظ على الردع المتبادل منعا لذهاب الأمور باتجاه تصعيد حتى اللحظة يتفادى الجميع لكن طبعا ما نشهده حاليا يأتي في مرحلة انتقال أو مرحلة انتقالية من المرحلة الثانية حتى المرحلة الثالثة في قطاع غزة أي مرحلة عمليات أقل كثافة وعمليات تشهد استهداف مكثف أكثر أو مركز أكثر للقيادات ومقاتلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ويمكن هذا بلش ينسحب أيضا إلى خارج الإقليم مع تزايد عمليات الاستهداف لقيادات في دمشق وفي لبنان وهذا يفترض أيضا أن يشهد رد فعل من الأطراف المقابلة وكمان هذا يمكن أن يأتي بسياق سياسي لأننا اليوم أمام مسارين مسار دبلوماسي تحاول واشنطن دفع حكومة بن يمين نتنياهو إلى الاستقالة لتمهيد الأرضية لحكومة يمكن أن تعيد إطلاق العمل الدبلوماسي وتوافق على إنهاء العمليات القطالية وتوافق على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وبين مسار آخر يحاول بن يمين نتنياهو بالتقاطع مع بعض قيادات الجيش الذهاب إلى توسيع الجبهة تهربا من مصير محلومة لكن سيد علي هذه التقاطعات والمسارين سوف ينهي حلفاء بن يمن نتنياهو عفوا في هذه الحرب يعني لا شك أنه هناك تقاطع بدأ يتبلور بين بن يمين نتنياهو وبعض اليمين وبعض قيادات الجيش الإسرائيلي الذي يفضل الذهاب باتجاه فتح الجبهة الشمالية والانتقام لعمليات الإزلال التي يتعرض لها عند الجبهة اللبنانية وبالتالي هذا التقاطع هو في سباق مع الوقت مع جهود إدارة بايدن التي تحاول الإطاحة ببين يمين نتنياهو واللقاء مع بعض قيادات المعارضة ومع بعض الوزراء دون التنصيق مع بن يمين نتنياهو إذن نحن أمام السابيع فاصلة إما نذهب باتجاه إطاحة أو انقلاب على بن يمين نتنياهو وبالتالي إعادة إطلاق مسار دبلوماسي وإيقاف الحرب إما نكون أمام مواجهة يمكن أن تتوسع بشكل كبير